اشتركوا في القناة وستتذكر سويا القوانين الصفية فهيا بنا أجلسوا جلسة صحيحة أجلسوا حتى انتهاء الوقت أطلبوا المساعدة لتشغيل الجهاز أبحثوا عن مكان هادئ والآن أبنائي هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يتعرف على معنى التضاد بشكل صحيح أن يحدد الطالب مضاد الكلمات الشائعة الاستخدام هيا أبنائي نتعرف ما معنى التضاد ماذا نقصد بكلمة التضاد التضاد هو اختلاف الكلمة مع كلمة أخرى في المعنى الكلمة وعكسها مثال على ذلك النشاط ما مضاد النشاط يا أبنائي؟ الكسل أحسنتم أمثلة أخرى على الكلمات المتضاد كلمة سريع ما عكس كلمة سريع يا أبنائي؟ بطيء أحسنتم قريب عكس كلمة قريب أيضا بعيد كبير عكس كبير صغير بارك الله فيكم أحسنتم أبناء الأعزاء فأنتم رائعون عكس كلمة بارد ساخن أحسنتم وكلمة مفتوح باب مفتوح عكسه مغلق أو مضاد كلمة مفتوح مغلق أحسنتم نهار ما مضاد كلمة نهار يا أبنائي؟ الليل أحسنتم هيا بنا أبناء الأعزاء نفكر ونجيب ننظر إلى الصورة جيدا ماذا نرى في هذه الصورة؟ سلة هل هي فارغة أو ممتلئة؟ ممتلئة أحسنتم ما مضاد كلمة ممتلئة؟ هيا يا أبنائي من يجيب؟ ما مضاد كلمة ممتلئة؟ أحسنتم ممتلئ مضاد ممتلئ فارغ أحسنتم وهنا أيضا ماذا نرى في هذه الصورة؟ كفل نائم استيقظ وهنا القطة خارج البيت ما مضاد كلمة خارج؟ أحسنتم القطة تغطى خلالبيت أحسنتم يا أبنائي وهنا أين يقف العصفور؟ من يجيب؟ هيا أين يقف العصفور؟ أحسنتم العصفور يقف تحت تحت الساقية وهنا أين العصفور؟ العصفور فوق فكلمة تحت المضاد لها كلمة فوق هيا أبنائي نلعب سويا هذه اللعبة هيا لعبة الكلمات وعكسها الكلمة وعكسها هيا أبنائي كلمة أبيض ما عكس كلمة أبيض يا أبناء الأعزاء؟ أسود أحسنتم وأيضا كلمة قصير عكسها طويل أحسنتم بارك الله فيكم يا أبناء الأعزاء أنتم رأعون والآن أبناء الأعزاء جاء دوركم لجمع أكبر عدد من الكلمات وعكسها وإلى هنا أبناء الأعزاء وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة